اشتركوا في القناة برج الثور وتأثيراته على جميع الأبراج طبعا القمر استقر في برج الثور اليوم هو موجود في منزلة الثورية منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا رح يظل القمر موجود فيها حتى ساعة 11 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الثور معناة التأثيرات على جميع الأبراج بهاي الفترة إنما نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما أو استيجار عقار ما أو أن ننتقل من مكان لمكان وبرضو هذا اليوم جيد لقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا أول اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وطبعا هاي زاوية ما إلها ذروي يعني ما رح تصير متصلة تماما يعني هي زاوية منفصلة وقبل الاتصال برجع عطارد لحركة الأمامية فبعاود بيطلع من هاي الزاوية طبعا هي زاوية هاي تأثيراتها من يوم 28-5 لغاية يوم 9-6 منصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها حكينا لغاية يوم 9-6 برضو زاوية منفصلة هي اللي بتسبب بالنا شوية نوع من أنواع التعب أو الإرهاق أو القلق بيصير في عنا حذر زيادة عن اللزوم من ميلة الكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء ممكن يضر بصحة البعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تأثيراتها لغاية يوم 2-6 هي زاوية اقتران إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي زاوية بتخلق جو من التسامح يعني بنصير عنا نوع من أنواع التسامح مع الأشخاص اللي بيخطوا بحقنا أو أخطوا بحقنا ومنمد يد العن إلهم وممكن تدفعنا للتراجع عن الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيراتها طبعا هي اللي بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في شتى المجالات بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 31-5 هاي اللي بتزيد من حدة الذهن عنا والحدث وقدرتنا على النقد والانتقاد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين بلوتو واليوم برضو هي آخر يوم لإلها وهاي زاوية اللي شوية بتدفعنا لنوع من أنواع العنف وخصوصا العنف العاطفي بتجعلنا مزاجيين وعدوانيين وعصبيي المزاج وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل مفاجئ وهي بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل في عنا زاوية وحيدة هي طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء هي زاوية الاقتران الإيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة 51 دقيقة بعد الظهر في الذروة ولكن تأثيرات زي ما حكينا من الصباح للمساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وبرضو ممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للحدث اللي حكينا عنه اللي هو انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج الحمل لبرج الثور طبعا انتقالها رح يكون عصر اليوم السبت 28 رح تنتقل الزهرة زي ما حكينا ورح يظل موجودة في برج الثور لغاية يوم 23 ستة طبعا اول ساعات يوم 23 ستة يعني الساعة 12 و34 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد 34 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتنتقل الزهرة لبرج الجوزة خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير ايجابي على مظهر موليد برج الثور وبيشعروا بقوة العاطفة وبينجذب لهم افراد من الجنس الاخر وممكن كثير من موليد برج الثور يدخلوا بعلاقات عاطفية او يطوروا علاقات عاطفية او يرتبطوا بهاي الفترة عاطفيا وبيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج الترابية الاخرى مثل العذراء والجدي وموليد الابراج المائية مثل السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه هذا الكوكب اللي هو كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الثور جدير بالذكر انو الاشخاص اللي بيولدوا والزهرة في برج الثور اللي هو في بيتها بيكونوا رومانسيين بيقدروا الناحي الفني والجمالي وبيهتموا بحالهم بشكل كبير وبرضو بيكونوا ملفتين للنظر جماليا قريبين للقلب وهم بحاجة لطرف اخر يتفاهموا عاطفيا معهم ويتبادلوا معه العاطفة بهدوء واتزان بالنسبة طبعا لتأثير الزهرة لما تكون موجودة في برج الثور على جميع الابراج والطوالع الحمل طبعا بتفتح لهم مجالات لمكاسب مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي او ممكن يحلوا بعض المشاكل المالية اللي بتكون مأرقيتهم بالفترة الماضية هاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية او على مشروع او على ارباح بتكون مميزة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التحسن بيطرأ على مظهرهم الخارجي وعلى قوة العاطفة وبينجذب افراد من الجنس الاخر لالهم بشكل مميز بزيد لطفهم ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية برج الجوزاء طبعا تفتح لهم فرصة للتعامل مع مؤسسات او شركات كبيرة اه ممكن دولية او عمل جديد بميلوا لمساعدة الاخرين وبرضو بصير عندهم قدرة عالية جدا على التضحية والمساعدة والمناصرة بالفترة هاي بشكل كبير برج السرطان هاي الفترة بتفتح لموليد برج السرطان اللي هي النشاطات الاجتماعية بكل ابوابها بتعزز نشاطاتهم وعلاقاتهم وممكن يبدأوا بعلاقة صداقة جديدة او تعارف او مسامحة او عودة صديق قديم للساحة برضو بتساعدهم في مشاريعهم وممكن يحققوا مساعدة من بعض الاصدقاء او من اشخاص لدو نفوذ بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا فرصة لتقديمهم لطلبات لعمل جديد واللي بيبحثوا عن عمل برضو هاي فرصة انهم يعززوا مكانتهم وفي منهم ممكن يوخد تكريم او ترقيع او ترفيع او منصب جديد هاي الفترة فيها نوع من انواع التفاؤل والنجاح بالنسبة لهم وهي فترة مناسبة برضو لا الزواج من وسط راقي برج العذراء بالنسبة للعذراء في هاي الفترة علاقاتهم بتنجح مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او اشخاص مقيمين في بلد اجنبي برجعوا لبلدهم الام وهي الفترة بتفتح الاعجاح في السفر والاستيراد والتصدير والاتصالات والدراسة الاكاديمية المواضيع القضائية كلها بتكون لصالحهم برضو ممكن يبدأ بعض موليد العذراء علاقة عاطفية من خلال دورة دراسية او مثلا جامعة او من خلال اشخاص بيشتغلوا في مجال التعليم الجامعي وبكون سلوكهم جيد وممكن يحصلوا على تقدير الاخرين وهي فترة مناسبة للسفريات والتنقلات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هدولا بيميلوا لها امور الها علاقة بالاموال المشتركة الاموال هاي بتكون من تركة او تعويض او شراكة او ممكن يحلوا مسائل مالية قديمة او لهم الديون ممكن يحصلوها وبيستفيدوا برضو من مكاسب عن طريق الزواج او شراكة او هبات او قروض بنكية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هاي الفترة بتعزز الشراكة عندهم بشكل كبير وفي منهم ممكن يرتبطوا او يتزوجوا في هاي الفترة او يبدأوا بشراكة جديدة هاي فترة مناسبة للسعادة الزوجية مثل تحسين العلاقات او انهم يتراجعوا عن قرار سابق او متخاصمين زوجين متخاصمين في الفترة هاي يتصالحوا هاي دا الوقت زي ما حكينا برضو مناسب للزواج وعقد شراكة بتكون منتجة وبرضو زي ما حكينا لا تصفية الخلافات بشكل ودي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هاي فرصة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو تعزيز العلاقة مع الزملاء وانجاز اعمال كانت صعب انهم ينجزوها بالفترة الماضية وتعزيز علاقتهم في مكان العمل وهاي الفترة برضو فيها نوع من انواع الانسجام مع رفقاهم في الوسط المهني او بداية مرحل جديد العمل جديد وبيتمتعوا بصحة جيدة برج الجديد بالنسبة لموليد البرج الجديد تعطيهم حظ قوي جدا على المستوى العاطفي والمالي فرصة برضو بتعمل بعض النسوة من موليد برج الجدي انهم يدخلوا في الحمل او يعالجوا مسائل الى علاقة بالحمل كان فيها صعوبة الفترة هاي بتصير لصالحهم وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية او البدء بعلاقة عاطفية او حتى خطبة او زواج برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتعمل لهم استفادة في مكان السكن والعقارات والعلاقات العائلية او استيجار بيت او ترحيل من بيت لبيت او مناسبات عائلية او حتى ممكن يفرحوا بمناسبة مميزة عائلية الحياة في المنزل بتكون عندهم اكثر متعة وهي فترة مناسبة للحصول على ارباح مهنية اذا كنتوا بتمتلكوا املاك او عقارات او بتاجروا في هاي الامور في بعض موليد برج الدلو ممكن يعملوا مناسبة الى علاقة بمولود جديد برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتفتح لهم مجال في النجاح في الدراسة بالسفر بالاتصالات بالتنقلات برضو بالحوارات وبرضو بالتجارة المحلية اللي بيشتغلوا في مجال التجارة والتسويق هاي فترة مميزة بالنسبة لهم وبرضو اي شي بيتعلق بالالكترونيات او بالسيارات بتكون في هاي الفترة عندك نوع من انواع المرحل عالي جدا بتكون مبسوط ومرتاح نفسيا وبتمتع بقدرة كبيرة على الاخناع وهاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة والمصالحات وبرضو في بعض المناسبات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا خلال هذا اليوم اللي اكثر حساسية واللي لازم يعني نعطيها العناية الاضافية اللي هي العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة ادم يوصى هذا اليوم باجراء العمليات الجراحية ما في اي مشاكل بالعكس اليوم مناسب جدا ولكن غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاحد تسعة وعشرين خمسة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وعشر دقائق بعد الظهر بيستمر حتى تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة مساءا لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال سبع وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة صباحا بيصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعا هي الان سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية ولكن في ساعات بعد الظهر بتنزل نسبة السعادة لخمسة واربعين في المية القمر في برج الثور حتى يوم تسعة وعشرين خمسة هو الان منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات العصر تقريبا بصير منتحس بنسبة خمسة وعشر في المية اما في ساعات المساء برجع لساعته ولكن بنسبة ضئيلة جدا اللي هي ممكن تصل لخمسة في المية فقط عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم ثلاثة ستة هو الان سعيد بنسبة خمسة في المية ولكن في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة خمسة وعشر في المية الزهرة في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يمكث في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة هو سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة بعدين بيبدأ في عملية التراجع في نفس برج الدلو سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% طبعا في هذا التاريخ بيبدأ في عملية التراجع نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة برضو بيبدأ عملية التراجع يوم 28 ستة وسعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم مميز بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بطلعك فترة غنية ممكن توظفها اجتماعيا أو مهنيا أو عاطفيا أهم إشي أنك ما تضيع الفرص وظف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول أنك تناقش بوضوح طبعا الأهم أنك ما تغامر بالمسائل المالية خلال هذا اليوم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة ادعهم من مركزكم الاجتماعي طبعا اليوم الحلوض قوية والنتائج حاسمة ما في أي شخص بإمكانه اليوم أنه ينافسك أنت عندك قوة عالية جدا حاول أنك تطوي صفحات الماضي وتبدأ من الجديدة بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد ومع حضوض عالية وتعتبر فترة مميزة وبداية جيدة برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعف فهذا اليوم كمان بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ممكن يصودوا الهدوء والملل وتراوح أعمالكم مكانها وتخيب أمالكم لسبب أو لآخر أهم شيء أنه اليوم لا توقع على عقد وما تحسم أمر ما تتخذ قرارات لأنها أي فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها برج السرطان طبعا اليوم العلاقات الاجتماعية هي الطاغية على الساحة بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم برج الأسد طبعا هذا يوم مميز بالنسبة لموليد برج الأسد خصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم ولكن هذه الفترة بتحمل بعض الضغوط على عدة أصعدة إلها علاقة بالسمعة فبدك تحافظ عليها وأيضا علاقتك بالعمل ومع المسؤولين ممكن تكون في بعض التوتر ممكن يكون بعض التوتر وبتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم وهذا الشيء اللي رح يسبب لك بعض التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية إذا استغلت هذا اليوم بشكل جيد ممكن يكون فيه نوع من أنواع التكريم بلائلة برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد برضو بتنجحوا اليوم في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والامتحانات الجامعية وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة وفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر فترة مميزة جدا برج الميزان طبعا اليوم بيفتح لك مجالات إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي إلها صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش إنك ما تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول إنك تقوم بواجباتك بشكل تام ما فيه داعي للمغامرات صحيح إنه تحرك القمر من مقابلك ولكن ما زال في بعض الضغوط برج العقرب طبعا هذا اليوم مناسب جدا لأمور الشراكات ولكن بدون شراكة جديدة هيجوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم المصالحات والتراجع عن قرارات سابقة حاول إنك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة فعشان هيك بدك تحاذر من تأزيم أي خلافات بيكون كلامك واضح وحاول إنك تخليه واضح عشان تتفادى أي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل إلا إنه أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على إنجاز كثير من أعمالكم هذا اليوم فبتقدروا تنظموا جدوى الغداءكم وتأخذوا قسط كافية من الراحة ممكن اليوم تلحقك بعض الاتصالات وتكثر عندك المسئوليات وخصوصا العائلية والمهنية في منكو رح يهتم بصحته أو يكون عنده بعض الفحصات أو يعني بداية تعاطي شيء له علاقة بالأعشاب أو مكملات أو أدوية حاول إنك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهم شيء إنك ما تشكب نفسك اليوم هذا بيحمل إنشغالات إلا علاقة بالعمل وبرضه إنشغالات صحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا يوم مميز عاطفيا بالنسبة لهم ترغبوا فيه بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء إنكم ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنتم اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي أهم شيء إنكم تتجنبوا الانتقادات وحاولوا إنكم تسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيدوا صفاء ذهنكم وممكن تفاوضوا بمهارة حاولوا إتمام العقود والصفقات التجارية دون اتخاذ قرارات جديدة لأنه زي ما حكينا القمر موجود في منزلة المنزلة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بإمكانكم تعزيز الروابط العائلية بتقدروا اليوم تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام في نوع من أنواع الضغط والمسئولية الكبيرة وممكن تكون على ارتباط أو موعد مهم ما بجوز الفشل فيه فبدأك تكون مركز بشكل جيد واليوم ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والنقاشات والحوارات وهذا يوم مناسب للقروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار برضو اليوم تتمتعه بقدرة ذهنية كبيرة جدا وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنه اليوم ما تسكت إذا عندك أي ملاحظة عندك أي موضوع حاب تفتحه هذا اليوم مميز لهاي الأمور حاول أنه تنظم أمورك وجدول أعمالك تفادي للإهمال والتقصير نشاطات عالية وفي منك رح يهتم بمواضيع الهعلاقة بالإلكترونيات أو السيارات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء